السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم اعضاء قناة وصفات من الاخر البنات اللي ما اشتركش في القناة فضلا يفترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم اشعارات وكل الفيديوهات الجديدة اللي هنقدمها الفترة لجا ان شاء الله قناتنا بنتكلم عن علوم الطاقة تفسير سلوكياتنا ومعتقداتنا وافقارنا ومشاعرنا من منظور علوم الطاقة هدفي من القناة اشحنكم بكل الطاقات الايجابية اخلصكم من اي طاقات سلبية داخلة بتشعر بها وبتأثر علي يومكم وبتأثر علي مجالكم الطاقة النهاردة موضوع الحلقة موضوع مهم جدا 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 هنتكلم فيه عن الاشخاص المحيطين اه وازاي الاشخاص المحيطين بيقدروا يعرفوا ويحسوا ان فيه شخصين بيحبوا بعض او فيه شخصين طاقتهم اه متوازنة وما بينهم اتصال روحي لازم نعرف ان لما يبقى فيه شخصين بيفكروا في بعض وما بينهم اتصال روحي وبيحبوا بعض طاقتهم بتوصل للاشخاص المحيطين بيهم بتوصل للاشخاص المحيطين بيهم وبيحسوا وبيشعروا وكمان بيرسلوا اشارات لا ارادية للشخصين اللي بينهم تواصل روحي يعني الكلام ده طب ايه اللي بيخليهم يحسوا ويشعروا ان فيه شخصين بينهم اتصل روحي. اه وايه الدليل ان هم فعلا بيبقوا عارفين ان الشخصين دول بيحبوا بعض. اه اسأل نفسك واسألي نفسك في مرة. اكيد كلنا مرة علينا الموقف ده وحسينا ان فيه شخصين بيحبوا بعض. ولقينا بعد فترة ان هم مسلا ارتبطوا في بعض. او فعلا اه لانهم فعلا بيحبوا بعض. والموضوع تعرف. ده ازاي او بيجي منين? بيجي ان طاقة الاشخاص بتنتشر في الاماكن الموجودة حواليه. وبتنتشر كمان بين الاشخاص المحيطين به في الواقع المدي القريبين منه. سواء الجيران اصدقاء العمل اهل البيت الاخوات اه كل دول بيوصل لهم اشعرات من الشخص او من الاشخاص اللي ما بينهم تواصل روحي. طاقة الاشخاص اللي ما بينهم تواصل روحي لازم تتأكدهم ان هي بتوصل للاشخاص المحيطين. بينبعث منهم طاقات وزبزبات بتوصل وبيستشعرها الاشخاص المحيطين بهم. والاشخاص المحيطين بيبقوا حسين ومتأكدين وشعرين ان في شيء ما بين هؤلاء الشخصين. او في حب او في تواصل روحي او في انجزاب عاطفي. علشان كده ما يحصل ارتباط يقولوا والله كان قلبنا حاسس ان انها يتخاطب. والله كان قلبنا حاسس ان فيما بينهم حاجة. والله كنا متأكدين. الاشخاص المحيطين بيشعروا بهذه التقاط. التقاط دي بتوصل لهم منين? بتوصل لهم من الطرفين اللي بيحبوا بعض او اللي بيفكروا في بعض آآ آآ بطاقة حب. بتوصل لهم طاقات وزبزبات واشارات من الشخصين اللي ما بينهم التصرح يقوي. هذه الطاقات اللي بتوصل لهم بتخلي الاشخاص المحيطين يعملوا ايه? يذكروا اسماء آآ الشخصين اللي ما بينهم اتصال روحي كتير. تلاقهم على طول آآ بيتكلموا عن آآ الشخصين دول. ولو فيه شخص من الشخصين دول قعد معاهم تلاقهم بيذكروا اسم الطرف الاخر قدامه كتير. يعني لو في مكان عمل واحد تلاقهم بيجيبوا سيرة الشخص كتير قدام شريكه. الطاقة اللي بتوصل آآآ للاشخاص من حولك هم مش بيبقوا فاهمين ايه الطاقة اللي وصلهم ده او الشخص ايه ده خطر على بالهم فجأة. مش بيخطر على بالهم بمشاعر حب. لأ هم زي ما تقولوا كده بس يتورد افكار مستمر على طول. على طول تلاقي الشخص في بالهم وفي تفكرهم. او حاسين ان فيه علاقة او انجزاب ما بين شخصين محددين. وتلاقيهم تلقائي بيجيبوا سيرته. يشوفوه ده احنا شوفنا فلان معدي النهاردة. ده احنا حصل ما بيننا آآآ موقف ما بين الشخص التاني. فتلاقيهم على طول سيرة الشخص ملازماهم على طول آآآ قدام الطرف الاخر اللي هو بيفكر فيه. وزي ما قلت قبل كده كم مرة قلت كان قلبي حاسس. او يجيلك هاجس ان فيه فلان ارتبط بفلانة. وفجأة تلاقيهم بيقولوا آآ فلان فعلا ارتبط بفلانة. تقول والله كان قلبي حاسس. كنت عارف كنت متأكد. ايه اللي بيخلي قلبك حاسس? وكنت متأكد. ايه اللي بيخليك تشعر بهذا الشعور? والتأكيد ده بيجيلك منين? الا وهي طاقة الاشخاص المرسلة اليك. الشخصين اللي بيفكروا. فبعد بيرسلوا طاقات الاكتاب. وانت تقول لي تبيرسلوا طاقات لي? ليه? انا دوري ايه في هذا الموضوع? مش شخصين ما بينهم من جزاب روح. هيرسلوا لي انا طاقات ليه? هيفكروا فيها انا ليه? لازم تعرف ان الاشخاص اللي ما بينهم من جزاب روحي مش بيفكروا في بعض بس. الشخص اللي بيحب شخص بيبقى بيحبه. على طول تلاقيه عايز تقرب منه. تلاقيه بيفكر فيه. بيفكر في قريبه. في اخواته. اه في الاشخاص المحيطين به. في اصدقاء العمل. في الجيرانه. عايز يعرف اي معلوم. عايز يتقرب منه باي طريقة. عشان كده تاقي التفكير دي بتوصل للاشخاص المحيطين به. ولما تاقي التفكيرو توصل للاشخاص المحيطين به. الاشخاص المحيطين به بيفتكروا. ويفدhou يجيبو في سيرته تلقائيا قدام الطرف او الشريك اللي هو يحبو. فيبدأ الشريك يسمع الاسم كتير قدامه في هذه الفترة علشان كده بقول لكم من الاشارات ان الاشخاص اللي حواليك تتكلم عن هذا الشخص قديني قلتلكم الاشخاص بتتكلم ليه وفسرتلكم هذه الاشارة الاشخاص بتتكلم في هذه الفترة اللي انت بتفكر فيها في شخص عن هذا الشخص لان الشخص الاخر بيرسل لهم تقاطيب اتأكد تمام التأكد كونك ان انت بتفكر في شخص وتلاقي الناس حواليك بيجيبوا ثرته كتير قدامك في هذه الفترة تأكد ان الطرف الاخر بيفكر فيك بقوة وبيرسل لك تقاطيب عايز يتقرب لك بأي طريقة مش بيفكر فيك بس بيفكر نوع يتقرب لك من ناحية صاحبك من ناحية اخوك من ناحية اختك من ناحية الاشخاص المحيطين بيك. هذه هي علوم الطاقة. الارسال الطاقي. احنا مش بنرسل طاقات بس الاشخاص اللي بنحبوهم. احنا بنرسل اقل الاشخاص اللي بنحبوهم طاقات حب وفيما بنا تجاذب روحي قوي لكن بنرسل برضو طاقات تفكير. اه هذه الطاقات بتعمل كاشارات. اشارات كده تنبيهية للشخص. زي ما انت مثلا تصادف انت مثلا بتحب شخص معين. اه هتصادف ان انت بتقابله على طول في الوقع المادي. بتقابل ناس شابهه. بتقابل اه عربيات نفس عربيته. ناس بتشتغل نفس وظيفته. كل دي اشارات مرسلها من الطرف الاخر. وقوة تفكير الطرف الاخر فيك والطرف الاخر. مركز عليك ومركز على تفاصيلك. مركز على تفاصيل عربيتك. مركز على تفاصيل وظيفتك. مركز على اصدقائك. مركز على الاشخاص المحيطين بك. كل ما يركز على حاجة بيرسل لها اشارات وهذه الاشارات بتوصل آآ لهم وهم بالتبادل بيذكروا اسم الشخص. يعني تلاقي الاشخاص يذكروا اسم الشخص قدامك. تلاقيك شفت ناس شبهه. تلاقيك آآ شفت عربيات كتير في هذه الفترة آآ شبه عربيته. آآ كل دي يا جماعة اشارات طاقية. بتظهر كتير قدامك. تأكد ان الطرف الاخر بيفكر فيك وبيحبك. هذه الاشارات الطاقية وصلتك من الاشخاص المحيطين بك. لان الشخص اللي بيفكر فيك زي ما قلت مش بيبقى بيفكر فيك بس. لا ده بيفكر فيك وفي قريبك وفي جيرانك وفي اصدقائك. علشان كده الطاقات بتوصل لهم. وتلاقيهم يجيبوا سرة الشخص اللي انت بتفكر فيه بشكل مبالغ جدا في هذه الفترة قدامك. هذه الاشارات بتأكد لك ان الشخص الاخر بيفكر فيك. اول ما تشوف هذه الاشارات قدامك. وان الاشخاص بيجيبوا بشكل مبالغ فيه بصورة غير طبيعية سرة الشخص قدامك. وبتشوف اشارات كونية كتير جدا. آآ للطرف اللي انت بتفكر فيه تأكد مليون في المية من غير ما تتب نفسك ولا ترهيك نفسك في التفكير ان الطرف الاخر بيفكر فيك وبيحبك جدا جدا ومركز طاقته عليك. الطاقات دي يا جماعة عاملة زي الشبكة اللي عن كابوتية متصلة بعدها معقدة جدا. وبالرغم انها معقدة جدا الا ان هي الناس اللي عندهم ادراك حسي سهل ان هما يفهموه. سهل ان هما يستشعروها. وسهل ان هما يرسلوها. وسهل ان هما يقوموا بتمرين تخاطر. سواء تمرين تخاطر طبيعي او تمرين تخاطر متعمع. احنا اتكلمنا كتير في هذه المواضيع ولسه ولسه الكلام ما اخلصت فيه هذا الموضوع لانه موضوع كبير جدا جدا وعايز الاف بالالاف الحلقات. انا كل مرة بجيب لكم مختطفات بسيطة من هذا الموضوع. اتمنى تدعموني وتشتركوا في القناة ولايك وشير كتير لو اعجبكم الفيديو. اه هسيب لكم رابط جروب الواتس في صندوق الوصف. اي حد عنده سؤال اي حد عنده استفسار ياريت يسيبهولي في الكومنتات. شكرا لمتابعتكم.